تشارك مملكة البحرين العالم في المؤتمر الأممي حول تغير المناخ المزمع عقده في باريس في 30 من نوفمبر الجاري وحتى 11 من ديسمبر المقبل ويشارك في المؤتمر حوالي 80 رئيسا إضافة إلى وفود عالية المستوى لبحث اتفاق جديد يلزم دول العالم للحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري يستعد العالم هذه الأيام لاستقبال مؤتمر أممي حول تغير المناخ يعد الأضخم والأكثر أهمية من بين المؤتمرات الأممية التي عقدت حول هذا الموضوع المؤتمر سيعقد في باريس في الفترة من 30 من نوفمبر الجاري إلى 11 من ديسمبر المقبل بمشاركة أكثر من 80 رئيس دولة بالإضافة إلى الوفود الأخرى عالية المستوى من رؤساء حكومات وأولياء عهود يهدف مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ كوب 21 إلى إقرار اتفاق جديد أو بروتوكول نافذ يلزم دول العالم على حد سواء للحد من انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومن المتوقع أن يترتب عن هذا الالتزام العالمي انعكاسات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتفاقية ومن ضمنها مملكة البحرين تلك الالتزامات تمس الدول النفطية والصناعية بالدرجة الأولى إذ أنها مع مواجهتها لأزمة انخفاض سعر النفط ستواجه التزامات أخرى لا تقل أهمية وهي الالتزامات البيئية كل ذلك يتعلق بموارد الطاقة وتشغيلها وسخونة الأرض والاحتباس الحراري وارتفاع منسوب البحر الذي يهدد الكثير من الجزر في العالم وغيرها من المواجهات التي تلزم العالم باتخاذ إجراءات حيالها ما يعني ضرورة الاتفاق السياسي الواضح قبل أي اتفاق بيئي قامت مملكة البحرين بإعداد تقريرها حول مساهماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات وتم اعتماده من الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء ويستعرض التقرير بشكل عام الجهود القائمة والمستقبلية التي تقوم بها المؤسسات المختلفة بالمملكة في مجال التخفيف والتكيف وتساهم في خفض الانبعاثات الغازية وتستقي مملكة البحرين مواقفها التفاوضية بشكل خاص من موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ بجامعة الدول العربية كما يرتكز موقف مملكة البحرين على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبرتوكول كيوتو التابع لها بما يحتويان من مبادئ وأحكام قانونية ملزمة والتي تعكس أسس التعاون الدولي في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر